كما يقال الحصول على كتلة عضلية أكبر في الجسم وهذا الأمر لاقى اهتماما كبيرا في الأون الأخيرة من قبل الشباب خاصة وجعلهم يرتدون الصلاة الرياضية بهدف تحقيق ذلك صحيح سالم ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فإن ممارس التمارين رفع الأثقال مرتين أو الأيروبك أكثر من مرتين في الأسبوع كافية لتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة 20 إلى 30% على مدى عقدين من الزمان ونتعرف اليوم مشاهدين الكرام على أهم النصائح الخاصة ببناء العضلات بالنسبة للمبتدئين وأفضل الطرق لممارسة التمارين المقاومة مع مدرب كمال الأجسام الكابتن لؤي قزايا أو قزيها قزيها هيا كلا هيا كابتن لؤي نعرح فيك وفتك العافية شكرا على الإستطافة أدواتكم جميعا أهلا وسهلا فيك طبعا إحنا لما نتعرف على شيء لازم نعرف قيمته علشان نقدره طبعا فخرينا نعرف معاك أولا ما هي فوائد كمال الأجسام وبناء العضلات وتمارين المقاومة بالنسبة لمن يريد أن يدخل هذا المجال إيش ممكن يستفيد تماما فائدة كمال الأجسام الفائدة الأكبر هي تحسين الصحة العامة للجسم الفائدة الثانية اللي هي أغلب الشباب والبنات بتجهوا عليها اللي هي تحسين الكتلة العضلية والحصول على جسم مثالي من خلال بناء كتلة العضلية والحصول على جسم متناسق وخسار الدهون والحصول على نسبة الدهون قليلة بالتأكيد طبعا نحن تكلمنا على السعادة والتأكيد يعني الواحد لما يتمرن ويحسن مظهره ويحصل على هذه الكتلة الذي هو ربما كانت هدف منه هدفه يتحسن المزاج يتحسن المزاج طبعا هي تحسين الفائدة تحسين الحالة النفسية لتعزيز ثقة بالنفس بتساعد الأشخاص اللي عندهم عادات سيئة مثل مثلا التدخين جميل ممكن مثلا بتقول العضلات المحيطة بالفقرات المحيطة بالمفاصل حتى ما يتجنب التعرض لإصابة أو لا طيب كابت له يعني مدامك ذكرت أنه ربما هي تخلصك من بعض العادات وتضيف لك ربما شعور جميل هل ربما بالإمكانك تأطني تجربة شخصية كانت لديك عادات سيئة ربما من قبل تخلصت منها أو لديك مثلا متدربين من المتدئين كانت لديهم عادات فتخلصوا منها بهذا الطريق منها اللي ذكرت مثلا مثل التدخين مثلا فيه أشخاص كانوا يعانون من الأرق من النوم كمان هي من فوائد كمان الأسام هي نمط حياة صحية تعطي أنا نمط أرق النوم أنا نومي خير هذا بتحسن النوم بشكل جيد فيه أشخاص كانوا يعانون مثلا من انقراص بالفقرات الدكتور مثلا بيطلب منه ممارسة الرياضة لحتى تقوية العضلات مثل العضلات القطنية أسفل الظهر وتكون التمارين خاصة يعني فيه تمارين معينة طبعا بحيث حسب كل حالة كل شخص جميل احنا في الغالب يمكن شق البنات يعني يميلوا دائما الرياضة اللي ما يكون فيها أوزان ولا أثقال ونشوف الجانب عند الأولاد يهتموا بهذا الجانب لكن احنا اليوم نحاول نكسر بعض المفاهيم الغير صحيحة حال مواضيع يعني بناء الأجسام أو بناء أو كمار الأجسام خلينا نتكلم معاك على أهمية أداء الحركات الرياضية بشكل صحيح وكيف ممكن هذا يعني يؤثر على أداء التمرين وأيضا على النتيجة طبعا بالبداية نحنا دائما بدي أحكي عن فئة معينة من الأشخاص اللي هي فئة نوعا ما الصغيرة اللي بتتابع الفيديوهات وبتشوف من خلال انستجرام من اليوتيوب تلاقيهم نوعا ما عندهم اندفاع لهذه الرياضة تلاقي بالبداية دائما بيهتم بالأوزان أكتر من الأداء الصحيح للحركة والتكنيك الصحيح صحيح ننصح دائما أنه بالبداية التزم مع المدرب يتابع مع المدرب مختص حتى يتقن الحركة بشكل صحيح بعدها ممكن تدريجيان شوي شوي الأوزان يبلش يرفع فيها جميل هذا فيما يتعلق في البداية ربما البداية دائما تكون صعبة خاصة الألام المصاحبة للتمارين ربما حتى الحركات المصاحبة يعني عملية التدرج في دخول هذا المجال هل مهمة أم أنه لا بأس أن الواحد يجرب ويأخذ تجربه وبعدين ينسحب بشكل سريح؟ طبعا بأول شهر نحن كثير من أكد على اللاعب أنه يمشي بشكل صحيح أول فترة يلتزم مثلا ممكن تجنب الإصابة يلتزم بحركات معينة مثل الأجهزة عواض عن التمارين الحرة حتى لأنه مدىها بتكون نوعا ما مدى قصير بيقدر اللاعب يتجنب إصابتها بالإضافة للنظام الغذائي والوينوم هي اللعبة بس مو لعبة أنه بس ينزل مثلا ساعة على التمرين يتمرن ويطلع هي نمط حيب جميل بأنك ذكرت موضوع التغذية والأكل الجيد يعني خلينا نفهم أكثر كيف يلعب البروتين وأيضا الكربوهايدرات وكيف نقدر مثلا نفهم كمبتدأ يعني شايف الناس اللي لسه داخله ممكن ما تعرف كيف توازن كمية البروتينات مع الكربوهايدرات فإيش ممكن تنصحهم لوين يرجعوا أو ويش يسووا؟ تمام هي اللعبة بتعتمد بسبعين بالمئة منها على النظام الغذائي وهي النظام الغذائي بيعتمد على ثلاثة عناصر أساسية اللي هي البروتين الكربوهايدرات الدهون الصحية يعني أي نظام غذائي ما بيحتوي على واحد من هدول الثلاثة فهو نظام نوعا ما خاطئ وبالأخص برياضة كمال الأسام ما هيأخذ الفائدة اللي لازم يأخذها بالبداية فيما يتعلق بالآن ربما دخل مجاله مجال الكارديو على رياضة كمال الأجساء كيف ترى أهمية هذا المجال؟ وهل فعلا مهم بالنسبة لي مبتدئ لدخول هذا المجال؟ طبعا هي من أهم فوائد الكارديو هي اللياقة وسواء للأشخاص اللي بدون يرفع وزن والأشخاص اللي بدون ينزلوا بالوزن أشخاص اللي بدون يرفعوا وزنهم الأشخاص بالأساس ضعيفين يعني بيحتاج لكمية أكل عالية وبنفس الوقت ما عنده شهية على الأكل فالكارديو نوعا ما لما يبزل مجهود عالي بيخلص تمرين بتلاقيه نوعا ما عنده شهية للأكل ممكن تساعدوا لهذا الشيء طبعا من الأشخاص اللي بدون ينزلوا وزن ترتفع الشدة الكارديو والمدة من شخص لشخص جميل طيب ممكن تعطينا نصائح مثلا كيف الأكلات اللي لازم أكلها مثلا قبل التمرين بعد التمرين كيف يعني نوع الأكل اللي أكله بعد التمرين في الانترنت معلومات كثيرة فحنا حبينا أخذها من مصدرك فإيش نتصرف أو إيش نأكل بالضبط؟ تماما هو الأهم الأكل على مدار اليوم أهم من أنه نحدد مثلا قبل التمرين بعد التمرين بس يعني ممكن مثلا قبل التمرين ندخل وجبة مؤلفة من دهون صحية كاربوهيدرات وبروتين الكاربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة ما فينا نحن ندخل على التمرين وعلى الجيم من دون مصدر كارب مثلا أقل شيء قبل بساعتين من التمرين في أشخاص ممكن بيأكلوا وجبة وبينزلوا فورا على التمرين هذا الشي غلط الوجبة التانية اللي بيهتموا فيها أغلب الأشخاص اللي هي بعد التمرين هي لازم تكون تحتوي كمان ممكن من كاربوهيدرات وبروتين فقط يعني التمرين على معدى فارغة يعتبر غير محبب غير محبب ممكن يتسبب له هبوط بالضغط نزول بسكر الدم مشاكل تاني يعني وعملية الراحة ربما لها نظام ولها قوانين عملية الراحة بعد التمرين بين الجولات هل مثلا فيه هناك تكنيك معين أو مثلا جدولة معينة في عملية الراحة بعد التمرين خاصة للمبتدأ يعني تعرف أنت العضلة ربما جديدة على حملة أثقال أو ربما تحتاج إلى راحة كيف فهم عملية الراحة وأهميتها في عملية التمرين كما ليسا هلأ هي ما فيه مدة محددة إن إحنا تكون مقياس على الكل ممكن مثلا من الثلاثين للدقيقة ممكن للدقيقة ونص طبعا هي بترجع لالتزام اللاعب براحته إذا كان عم يأكل منيح بشكل كافي وتغذيته تمام جميل إذن كويس جميل طيب خلينا نتكلم على بعض النصائح العامة اللي ممكن توجهها للأشخاص المبتدئين اليوم المتحمسين زي ما تشوف حابين يدخلوا هذا المجال خاصة الشباب يعني فإيش أهم النصائح اللي ممكن تنصحهم عشان يدخلوا الجم ويمارسوا الرياضة بشكل صحيح طبعا هي مثل ما أذكر بالأول اللقاء بالبداية الاندفاع من اللاعبين هو هذا السبب اللي بيخلي أغلب اللاعبين تعرض لإصابة إنه ما يشوف نتائج من أول شهر شهرين هو بتوقع أن أول ما يشوف خليك صبور يعني هو الصبر صبر والاستمرارية هي بالنقطة الأهم الاستمرارية باللعبة يعني كل ثلاثة شهر ممكن مثلا الشخص هو نفسه في حال ما فيه مدرب يتابعه ممكن هو ياخد صورة له بالبداية بعد شهر ياخد صورة يعني يشوف الفرق هو هذا النتائج اللي بدي يشوفه هي بتعطيه حافز ودافع أنه يظل مستمر ويكمل بالإضافة إلى الاهتمام بالنظام الغذائي اللي هو دائما نحن بنذكره بكل فقرة ورحا